ثم دعا الله تعالى بالمغفرة ورجى رحمة الله سبحانه وتعالى غفر الله له واحد وقع في معصية سمع هنا حضر مسلسل المهم وقع له في معصية من المعاصر بعدين سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة كما فعل آدم عليه السلام وحواء عليها السلام قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله تعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فإذا تسأل الله بالمغفرة وما من أحد إلا ويقع في الجنوب والمعاصر فلذلك يتوجه إلى الله الغفور الرحيم فيتجاوز الله عنه الفائدة الثانية قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء كما قال بعض العلماء ونقل ذلك النووي رحمه الله يعني السحاب يعني لو ذو الزنوب وصلة السحاب قال ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري ذو الزنوب ملت الأرض وصعدت حتى بلغت السحاب والله أعلم يكون في ذو المسلم عند خطايا قدرده قال لك ثم استغفرتني سألت الله المغفرة واستغفرت الله سبحانه وتعالى غفرت لك على ما كان منك ولا أباري قال ولا أباري وذي ذا فائدة للناس البسيء الظن بالله سبحانه وتعالى في شباب الواحد تقول له ومش واستقيم على الدين ومش عديل يقول لك يا أخو الله نحنا ما بننفع ونهنا الدنيا ذي لاخبتناه واحد تاني يقول لك والله تراهون نحنا عندنا معاصي وتعبانين جدا شاكيه بنمش لفلان وفلان نظيف بنتوجه لالله بفلان نظيف والله وهؤلاء أساءوا الظن بربهم سبحانه وتعالى و للأسف ما بيقبلوا النصيحة انت لما انتجي تنصحوا بيشوفوا قعدوا لهون تقول للواحد مات مش لفهمش لالله الغفور الرحيم المتجاوز عنك وما بيغفر الذنوب له كما في سورة آل عمران والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال له الله فراول بيغفر الذنوب يتوجه الى غير الله ويسيء الظن بربه سبحانه وتعالى فذي رد عليهم ودي فائدة انه مهما عملت في الدنيا دي الواجب عليك ان تفر الى الله سبحانه وتعالى الفائدة التالثة والاخيرة قال يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرق بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفرة زل لو عصى الله سبحانه وتعالى لمن يوم القيامة لو خدت الكرة الارضية او خدت الارض في كفة وخدت معاصدة في كفة بساوية بعد قال ليك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفرة ده ما فضل عظيم انتلقى الله بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة انتلقى الله بلا اله الا الله قولا وفعلا واعتقادا وابتعادا عن نواقضها كذلك اخر آية من سورة الكهف قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وما قال ولا يشرك بعبادة ربه صنمه ما قال كذلك كان الناس تحصر الشرك في العصمان بس لا لا قال ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي احد كائنا من كان لو زول قال يا الله ويا جبريل عليه السلام اشرك بالله وجبريل ملك واحسن من الناس اي لو قال يا الله ويا نبي الله ابراهيم عليه السلام اشرك بالله فما بالك لما نقول يا الله ويا شيخ فلان ويا شيخ علان واي زول ان اخشك في الموضوع ذا بس اسأله سؤال بسيط جدا قول يا زول لما نقول يا الله نجيني نادة كم نادة واحد واحدا لما نقول يا الله ويا فلان نادة كم نادة واحد ولا اثنين دهل بالساوة الاول والتاني شغول واحد ما واحد اصلا فدن هذه اثنين شكير رب العزة والجلال قال في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك وانا وصلت لي قناعة والله من جوه قلبي ان اي زول ما يقبل التوحيد ما بصدق الله مش الله اصدق القائلين ما بصدقه لان لو بصدقه ما ممكن الله يقول لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك انت تقول لي لاب انفع ولا يضرك تقول لي لاب ضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ما بصدقه الآية تعالشا كيف علك لا حاجة في يده لان الآية دي ما مختنع بها انت تقول لي دا قرآن يقول لك قرآن يقول لك مصدقه يقول لك مصدقه بعد شوية الجمعة لك لا حاجة انت مصدقه وان زعمت انك تصدق هذا الكلام شكاية رب العزة والجلال قال في سورة الرعد واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واله هو الذي يليكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة استقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء بعد قال وهم يجادلون في الله بعد يجادل في الله سبحانه وتعالى حتى كده انا اختم في سورة البقرة في تفسير ابن كثير قال لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جاء اربع حاجات وإلهكم ما قال وآلهتكم إله واحد جاب بالإفراد كلها وإلهكم إله واحد كلها إفراد ومعذين قال لا إله إلا هو وده أقوانه على الحصر الرحمن دين إمره خمسة الرحمن ده يسم ذات ممكن الله من أسماء الرشيد وتلقى زول اسم الرشيد لكن ده رشد ناقص ورشد الله كامل لكن الله الرحمن ما بزول اسمه منه دي اسم ذات خاص به قال الرحمن الرحيم لما نزلت الآيدي قال بعض الكفار كما ذكر ذلك أبو الضحى وعطاء ابن أبي رباح وإن كان في السند مقال لكن قال ابن كثير رحيم الله لأن أمان العمام نقول فيه مقال قال قال إله واسع واحد إله واحد يسع الكون كله الكون كل بس يعبد واحد قال فأنزل الله الآيات التي بعدها وإلهكم إله واحد لا إله الله والرحمن الرحيم طوال الآية البعدة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله إلى آخره يعني الآية دي نزلت نزلت الله بقول له أنتم مش موقنين إن السماوات خلقها الله الأرض خلقها الله السحاب خلقها الله المطر نزلها الله الفلك نزلها خلقها الله البحر خلقها الله سبحانه وتعالى الرياح خلقها الله ما الشيء كان في ذلك لا طالما الآيات دي كلها وسعت هذه الآيات أن يتصرف الله فيها وحده فكيف لا يسع الكون أن يعبدوه وحده إن قال لهم للآيات دي كلانا حقتي براج وأنا قدرت أخلق كذب ودبر الكون كيف ما أقدر الناس يعبدوني وحده لذلك الواجب على الناس أن يتوجه إلى الله وأن يعبدوا الله وحده من أجل المغفرة ومن أجل نيل الفوز العظيم إنه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا على حسين السماع بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله